وهي بترعى المفاوضات عرفة التاريخ السيء للمفاوضة الاسيوبيا فين الضغط الامريكي وكيف لاسيوبيا تلك الدولة الافريقية بتقول لقوة عظمة زي امريكا مش جاية والله انا مش عارف اما بشو تجامد كده ليه ومستقوين بمين طبعا هو معروف ان الصين واقع في غرام اسيوبيا واستثمارات كبيرة جدا للصين جوه اسيوبيا وحتى انه في 12 سد اسيوبي تقدر تقول ان الصين بنية منهم عشرة وشابكة الكهرباء بتاعت سد النهضة هتبقى منصفها ما بين الصين ودولة اخرى انما مش للدرجة ان انتوا تتهم امريكا بالتحيز اللي وتقولي امريكا بتتحيز لدولة اخرى دولة اخرى يعني ايه ده احنا ثلاث دول يعني عادين وما تقولي تتحيز لمصر ولا للسداء فطبعا هنا امريكا قالت انه ليس من الممكن لدولة دولة منبع ان تبني سد دون ان تتفق مع شركائها على نظام المال والتجريل اسيوبيا عايزة تهدم كل المفاوضات حتى تصل الى معاد المال اللي هو بعد اربع شهور زي ما اعلنوا دون اي قواعد يعني وكأنها تخطط لعشوائية بناء وادارة السدود بناء ليه لانها الاول بلد سد عملاقه هي دولة منبع وده ممنوع ثانيا المفروض كانت تعمل دراسات تقدمها المصر والسودان قبل ما تبنيها الدراسات دي تشير انه الاضرار حتكون قد كده هندي تعويض قد كده لا ما فيش اضرار ما عملتش الدراسات يبقى ايزا هي دخلة من الاول مخالفة في كل حاجة طيب بنيت السد ومصر علشان انتوا قعدت تقولي مصر مش عايزانا نتقدم وعايزان نسبة الفقر عندنا تزيد والناس ما تتمتعش بالكهربا رغم ان نسبة التمتع بالكهربا في المدن تبقى لي المفاوضية الافريقية 100% في اسيوبيا وفي الريف 70% زي عندنا ما احنا عندنا كده برضو ربما احنا اقل اه يعني في اماكن كتيرة عندنا افواد النترون وغيره ما زال في انما زي ما هم بيعملوا الناس ده بالعكس ده نسبة الفقر في اسيوبيا انخفضت الى 29% احنا في مصر ارتفع 32% 32.5 زائد 2% نسبة الجوع فانا انا عايز اقولك انه عايزين يفرضوا سياسة امر واقع لا يلتزموا يعني مثلا لما نيجي امريكا والبنك الدولي يقولوا النيل الازرق كان بيودي المصر والسودان 50 مليار خلي بالك من مصر وزور عشان بس فيه كده قنوات وفيه ناس يفضل تقولك ايه مصر حصتها بدل الخمسين دول حيبقوا 35 ده حيبقوا 30 يبقى مصر حتقل لعشرين يا ناس الخمسين مليار دول بتوع مصر والسودان مش بتوع مصر مصر ليه كم؟ كل اللي بييجي المصر من اسيوبي من حستنا على الخمسة وخمسين ونص بيجي منهم 47 من اسيوبيا عبر ثلاثة انهار النيل الازرق ده بيجيب من 60 ل 64% ده هو 50 مليار احنا والسودان وبعدين عدبرة بيجيب 11 مليار والسباط بيجيب 11 مليار فبس كل من امه